في غرفة رثة لا تقي حرا ولا بردا تسكن أم مثنى وشقيقتها وأطفالهن الثمانية وهنا وسط مخيم بحركة في أربيل المخصص للنازحين أم مثنى التي نزحت من جرف الصخر غرب العاصمة بغداد بعد اختطاف زوجها وفقدانها خمسة أشخاص من أسرتها أبان الحرب التي دارت ضد داعش عام 2014 لا تحصد هنا غير عطف الناس ومساعدتهم بينما الحكومة لا تأبه بهم لا تعويضات ولا مرتبات شهرية تعينها وشقيقتها على الحياة وما يحتاجه أولادها الصغار وابنتها المريضة طلعنا نسأل جواز مع السفر من الحلة وبالطريق نزلت سيطرة وهمية واخذته من 2017 والحد الآن دورت أي مكان ما لقينا لأي إثر وماك وما موجود طلعت لها مفقودية وقاعدة وسابت ما حصلنا أي شيء من الحكومة لا عرض لا راتب لا أي شيء ما حصلنا وقاعدين بالمخيم عاشين عسل للغذائية تقطن المخيم الذي يضم قرابة خمسة آلاف نازح أربع أسر من منطقة جرف الصخر تختلف تفاصيل قصصهم لكنها تتشابه في المضمون قتل لذويهم أو خطف وتهجير ونزوح وغياب شبه تام للدعم الحكومي يعني من نزحنا منا داعش ومنا جيش فأنا طلعت هنا وجهالي قولي ألحقك هاني أجي بالسيارة والغرض وألحقك فطلعت هنا من الجرف للعاملية الفلوجة أردى أروح البغداد وصلت أختي وجاني للخبر لأن زوجي متوفي وأقع لي قصف ما نقلل نرجع ما يخلونا نرجع لأن نزحنا من 2014 والحد الآن هاي 2020 وما رجعت له عائلة بجرف الصخر حررت ناحية جرف الصخر من قبضة تنظيم داعش نهاية عام 2014 لكنها أغلقت منذ ذلك الحين بوشي أهلها النازحين الذين هجرتهم مليشيات مسلحة قسرا وحولت الناحية إلى معسكر وسجون سرية لا تستطيع حتى الحكومة دخولها غالبية ضحايا الإرهاب هنا من الذين نزحوا عن مدنهم كان ينظر إليهم بعيون الريبة والشك فتعرض الكثير منهم سابقا للتدقيق الأمني عدة مرات كي يتم فرز الضحايا عن المتعاونين مع داعش ما ولل جرحا آخر لهم قبل أن ينتهي بهم الحال هنا بلا أي مستقبل أو حياة لائقة مشترق المنصور أربيل يو تيفي مشترق المنصور أربيل يو تيفيه مشترق المنصور أربيل يو تيفيه